ليه بقى الـ HR معقد الشباب؟ ايه اهميت اصلاً الـ HR في ايه شركة؟ يعني اشرح لنا بقى حاجات كثيرة او يريدين اعرفها منك؟ صباح الخير عليكم صباح الورد عليكم مبدئياً الـ HR الوظيفة الاساسية بتاعته انه بيعمل البلانس ما بين بيزنس نيد و الـ HR الهيوم الرسورس نيد فليه بقى ريخم؟ لانه في بعض الناس الموظفين مش عايزين البانشمنت وعايزين العقاب مش عايزين يعني لما الـ HR بيطبق الـ strategy والـ vision بتاع الشركة هنا بقى الموظف اللي هو مش شايف شغله صح الموظف اللي هو رافض التغيير لان احنا انمط بشر فينا مط من البشر بيبادر بالتغيير وفينا مط من البشر بيبقى مع التغيير ومع الطيار وفينا مطالت رافض التغيير ورافض اللي يتغير انا رافض اتغير ورافض دك انت كمان تتغير طب اوكي ماشي ده باوزي فوشه بقى وعملي معا الـ الطف يعني اللي هو بوكر فيس وخلاص انت بيتقابل وده جاوبك على السؤال اللي انت قالتولي عمي حلقة مع الضبوط ايوه مش كده انما مثلا لما يعني اللي هو يعني يعني فيه ناس كتير قوي حتى ما بقعد مع صحابي بتيجي ستيرية الـ HR يقعد قولوا يا شر ربنا يجعل كلامنا خفيف عليه ومش هو كلمة الـ HR عايزك خلاص احنا عارفين ان فيه مصيبة يعني يعني مفيش HR هيبقى عايزني عشان يقولي حية كويسة هو حيجبني حيقولي انت عملت غلطة فحيتتتخصمي ايا انت عملت غلطة فحنديكي انظار والمرة يعني اللي هو حاجة كده مقبضة طي يعني الشر برا وبيض ليه يعني ليه مثلا ما يجيش مرة الـ HR كده عندك مكافأة برافو عليكي طباحة تاخدي اجازة سافري تتفسحي يعني ليه الـ HR ما يجيش مرة يعمل كده فرشي طبيعي يقولك تاخدي اجازة سافري تتفسحي يعني يزيش حد بيقول كده اصلا اه يعني اشتغلت معانك كثير قوي فمحتاج او بقالك سنة سنتين تلتة بتاخدي اجازات خالص او قالوا ما عندي محتاجة ترتاحي نور اه يعني اه مثلا يعني ليه ما يمبقاش في توازن طيب اصلا برضو للطف قوي صح ولا طبعا ان احنا نبقى سايبين الدنيا خالص طول الوقت صح؟ ادي حقيقة فعلا ايه الـ HR في الاول و الاخر هو بيعمل ايه؟ هو بيطور من الشركة بيطور منك انت شخصيا على فكرة مين اول حد بيحللك مشاكلك في الشغل؟ الـ HR ده السرعة بيست بتاع الشركة لا يا شيخ لانه في الاول والاساس لو انت معنويتك حلوة ونفسيتك راح الشغل مبسوطة انتجيتك ستبقى عاملة ازاي؟ 100% طبعا صح؟ طب لو انت نفسيتك مش حلوة ومش حسن حاجة وحسن انت بيعمل هنا بقى يجي الـ HR اللي فاهم في شغله ولي نفسيته سليمة خلانا نبقى متفقين ان احنا كبشر في ناسة في نفسيتهم سليمة ومعندوش مشاكل مع نفسه فبيقدر يحل مشاكل الموظفين اصل الفكرة دايما كنت بقول مهاراتك مؤهلاتك الـ experience بتاعتك كل ده على جنب بس انت كـ HR ارز ان تكون انسان على فكرة لازم تكون عندك السنس بتاع انك تقدر تبقى لطيف مع الموظف اللي محتاجه تبقى رحيم شوية بالنسبة رحيم في حتة وتقدر انك الشاطر فعلا اللي بيقدر انه يحقق الاستراتيجي بتاعته الشركة ويقدر يحل مشاكل الموظفين ويعملهم motivation ويقدر يعيشهم في اجواء مناسبة لان في الحالة دي انت قدرت تنجح لان الموظف عندك هيعمل اعلى انتاجية ودلوقتي الشركات مع الحالة الاقتصادية مع تعويم الجنيه عايزين اربع موظفين يشتغلوا شغل عشرة فعشان الاربعة دول يشتغلوا شغل عشرة لازم اعملهم المناخ المنسب لازم يكونوا متطورين صح موسيقى